أرحب بضيف الكريم الناشر الكبير والسياسي والمتقف الأستاذ فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين أستاذ فريد أهلا وسهلا بك أعلم بيك ويسهل المشاهدين يعني الأول مرة نكون مع بعض نتكلم في الثقافة ونكلم في النشر وننحي السياسة جانبا لأن حركة النشر وصفتك كرئيس الاتحاد الناشرين المصريين بالتأكيد لديك أحلام لديك طموحات ولديك خبرة وأنت من النشرين الذين يعني يشهد لهم الجميع بأنه في رصانة في العمل كيف ترى حركة النشر بشكل عام في مصر حركة الكتابة في مصر الكتاب ومستقبله احنا عايزين نروح فين يا أستاذ فريد غاليني الأول في البداية يعني أقولك أن فيه تقاطع كبير في مساحة تقاطع كبير بين الثقافة والسياسة صحيح وخلينا حييك على استخدام تعبير صناعة النشر النشر صنوعه والنشر كما تفضلت له علاقة وثيقة بتكوين وبناء الوعي وبالتالي الوعي ده جزء منه الوعي السياسي ويفترض أن صناعة النشر مش صناعة الكتاب الموجه للجمهور المصري فقط أو الجمهور العربي فقط أو النطقين بالعربية فقط ممكن أنت أشرت من شوية في كلامك عن الشأن الفلسطيني إزاي أن التعاطف الدولي الآن مع الشعب الفلسطيني والقضاء الفلسطينية مبني على أسس إنسانية أكتر منها سياسية صحيح طب ده قصور من مين مين ليه ما عندناش إنتاج ثقافي شرطة سياسي أو سياسي شرطة ثقافي مسموع على المستوى الدولي ليه ما عندناش حركة ترجمة من اللغة العربية للغات الأخرى إحنا كنا نشكو لائما من عدم موجود حركة ترجمة من اللغات الأخرى للغة العربية ليه لأ لسا فيه سبب بسيط لفيه إنتاج معرفي فيه إنتاج فكري فيه إنتاج أكاديمي فيه إنتاج ثقافي رفيع المستوى باللغات الأخرى بيجعلنا نتلقى من اللغات الأخرى للغة العربية طب هل إحنا عندنا مفيش عندنا صفر عندنا في علوم الإنسانية والاجتماعية صفر إنتاج الإجابة مش صحيحة ممكن لبعا عندنا إنتاج معرفي وثقافي وبالذات بقى كمان سياسي لأنه في الإنتاج الفكري شرط السياسي أو السياسي شرط الفكري هناك وجهات نظر يعني إذا قضية إذا القضية الفلسطينية إحنا عندنا وجهة نظر عندنا رأي هذا الرأي مفروض نترجمه للغات أخرى ليه ما بنعملش ده ليه حركة النشر أو صناعة النشر بالدقة أكبر مش قادرة أنها تعمل الخطوة دي مين مسؤول عنده دي كلها أسئلة كبيرة بقى وتخليك مباشرة بتحتك وهنا مساحة التقطع أنا بشير إليها بتقطع مع السياسة ومع الدور السياسي اللي أنت مفروض تلعبه في المنطقة ومع الدور السياسي اللي أنت مفروض تلعبه على مستوى العالم بالضبط أنه أنت هنا صناعة الناشط مش بعيدة إذن عن الرأي العام العالمي خالص بالعكس أنت مفروض في قلبها أنت مفروض عندك إنتاج معرفي شارح للقضية الفلسطينية الفلسطينيين بدلوا مجهود في فترات تاريخية سابقة عندما كانت أوضحهم أفضل منظمة التحليف الفلسطينية وكان بتعمل مراكز بحث وكان بتحاول تقدم خطاب بلغة أخرى يشرح الأضوية الفلسطينية وابعدها لكن منظمة التحليف الفلسطينية تعرضت ضربات كبيرة أذكر منها مثلا مركز ستحليف الفلسطيني اللي كان مهتم بأحاجة من هذا النوع الضرب مقره في بيروت إسرائيل ضربته في بيروت فإحنا محتاجين نفهم ده معنى أن إسرائيل ضربت مركز بحثي أهمية المراكز البحثية زي ما حتقول مش بتتقاطع ده هي أدوات سياسية بالزبط هي أدوات ثقافية شرط أنا دايما أقول كده ثقافية شرط سياسية أو سياسية شرط ثقافية للمساحات متقاطعة في حاجات سياسية نقية يعني سياسية بنسبة غالبة زي ما أقول انتخابات برلمانية زي ما أقول كذا لكن في حاجات زي صناعة النشر دي لما نشر ترجمة نانسي قنقر